حين نسمع الحقيقة حديثا حول أن الأسوأ لم يأتي بعد وتحذيرات مكتوبة بالخط الأحمر السميك من عجز دول متوسطة ينظر إليها على أنها مستقرة اقتصاديا عن سدادي ديونها السؤال هو كيف يمكن التحسب؟ الإشارات كلها منذرة بالخطر لكن كيف يمكن التحسب أستاذ أحمد؟ يعني طبعا في الوقت الحالي الدول بالفعل استدانت وأسعار الفائدة على أدوات الدين أو السندات هي متغيرة تتغير كلما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة فتكلفة الدين ترتفع تلك الدول يعني هي بالطبع كما أشار سادة الديوف هي أكثر حرص يعني الدول المقتردة والمقرد الاثنين حرصين على السداد في الموعد المحدد لأن الدول المقتردة إذا أفلست تجد صعوبة بالغة في الحصول على تمويل آخر في المصلحية وفي نفس الوقت المقرد هو يلغى في الحصول على أمواله فالمصلحة مشتركة والمصلحة واحدة الدول المتوسطة والتي يشار إليها في التحذيرات الدولية في الوقت الحالي على الأقل يمكنها الاعتماد على مواردها الداخلية ذاتيا وعدم اللجوء إلى أسواق الدين الخارجية أو اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة فيما يعرف بسندات الخضراء الأقل تكلفة لتمويل تلك المشاريع في تلك الدول خاصة وأن هناك توجه عالمي في الجزء الخاص بالإنفاق على المشروعات الخضراء فيما عدا ذلك يعني يجب على تلك الدول أن هي تشتغل بقوة على الميزان التجاري الخاص بيها أو الميزان الخدمي محاولة توفير عملات أجنبية بقدر الإمكان خفض الوردات وخفض الإنفاق العام بقدر الإمكان والسعي نحو طرق أسواق تصدير جديدة لتوفير الدولار الأمريكي القادر على الوفاء بتلك الالتزامات سواء من أعباء الدين أو الدين في حد ذاته وقد تعلمت تلك الدول الحقيقة درسا أن عندما تكون الاقتصادات العالمية في حالة استقرار ومعدلات الفائدة تقترب من الصفر أنها لا تسرع في الاستدانة بشكل سريع فيما يعرف بالدويتش ديزيس أو المرض الألماني وهي أن الدول تعتمد على الاستدانة بشكل كبير من أسواق الدين الرخيصة وتجهل تماما أن قد تنقلب الصورة في يوم وليلة زي ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية والتي تبعها معدلات تدخم عالمية ويترتب عليها تشديد لسياسات النقدية فكل تلك الدول تعلمت الدرس جيدا ولكن يمكن الإشارة طبعا لأن الحرب الكورونا أو جائحة الكورونا التي أصابت العالم كله تركت خيارات محدودة بالنسبة للدول دي الإنفاق هي كانت أمام خيار من اتنين إما الاستدانة والإنفاق على صحة مواطنيها وتوفير المستلزمات الطبية لهم والبنية التحتية القادرة على الوفاء أو انتشار الوباء بشكل كبير وارتفاع معدلات الوفيات فالحقيقة أن الخيارات كانت صعبة في ذلك الوقت اشتركوا في القناة